تعتبر لعبة تنس الطاولة من الألعاب القديمة إذ ترجع نشأة اللعبة إلى عام 1890 في بريطانيا ومكتشفها هو البريطاني جيمس جيب يعد الاتحاد الإنجليزي لتنس الطاولة هو أول اتحاد للعبة في العالم وتأسس عام 1921 تم تأسيس الاتحاد الدولي للعبة عام 1926 ومن ثم تم تأسيس الاتحاد المصري عام 1932 وهو أول اتحاد عربي وإفريقي للعبة ومنذ ذلك العام انطلقت مسيرة تنس الطاولة في مصر محققة العديد من الإنجازات العربية والقارية والله العديد من البطولات على المستوى العربي هل نتكلم على المستوى الأفريقي أو المستوى الدولي أو المستوى العالمي أهمهم عن الإطلاق كان تحقيق الميدالية البورنزية والمركز الثالث في نهايات كاس العالم لفرق الرجال ودي كانت في اليابان واستطاع المنتخب القومي المصر للرجال أن يعني يفجر مفاجأة ويفوز بالميدالية البورنزية دي كانت للمرة الأولى في تاريخ تنس الطاولة المصرية أو العربية أو الأفريقية حتى ودي كانت طبعا إنجاز كبير جدا وعلى الرغم من هذه الإنجازات التي تفوق إنجازات كرة القدم المصرية فإن لعبة تنس الطاولة تعاني من التهميش الإعلامي وعدم المتابعة من قبل كافة الأجهزة الإعلامية مما يتسبب في عزوف الناس عن متابعة اللعبة أنا شايفة لعبة تنس الطاولة لعبة محبوبة جدا في مصر يعني لو في أي طرابيزة في الشارع حتى أو في المدارس وكالا دايما بيبقى عليها إقبال رهيب وناس كتير بتحب تلعبها فأنا شايفة إن هي مفهود تبقى ليها اهتمام أكتر عشان إحنا مثلا ما نلعب بطرات في استاد القاهرة أو بطرات في مصر عموما الناس تجي تتفرج عليه الناس فعلا بتحب اللعبة بس هو عشان يمكن ما فيش اهتمام قوي بيها فبيبقى كل التركيز على كرة القدم مع إن هي لعبة أنا عارفة إن الناس بتحبها يعني لعبة كرة القدم تستنزف موارد الأندية وذلك يأتي على حساب الألعاب الرياضية الأخرى لهذا السبب نجد أن معظم الألعاب الأخرى تعاني من شح الإمكانيات المادية والتهالك بنيتها الأساسية المخصصة لبقية الألعاب كرة وغدى خمسة وتعونين في المياه يعني لما يجيب لعب مثلا لدت سنة يجيب لعب بسبعة مليون والنادي في كم سبعة مليون ما خوش فلما يجيب لعب بخمسة مليون حتى حيدي عيسر بيت الألعاب إيه بيقعد السنة كلها معاش ورس والموظفهم تقبط شغلة وشغلة كده يعني نادي الزمالك لو قابله 3-4 عيبة كل موسم بـ 20-30 مليون فيين بيت النادي بيت الألعاب يتأخذ إيه فالموضوع صعب خالص قام اتحاد تنس الطاولة المصري بالاستعانة بالخبرة الأجنبية وانعكس ذلك من خلال النتائج المحرزة في هذا العام هذا بالإضافة إلى احتراف لاعبي تنس طاولة مصريين في أوروبا ولكن هؤلاء اللاعبين لا ينالون نصيبهم من الشهرة والأضواء مثل محترفي كرة القدم في مصر الاهتمام الأول باللعبة الأولى اللي هي كرة القدم مفروض يبقى فيه اهتمام بالألعاب الثانية لأن الألعاب الثانية برضو بتحقق مدريات ممكن تكون بتحقق مدريات أكتر من الكرة أصلا لو فيه اهتمام بالتنس طاولة بالسباحة بالألعاب اللي هي الثانية المهمة الشجر الكرة أكيد طبعا الناس دي على الأقل هتقدر تعمل نتائج أحسن من اللي هي بتعملها دلوقتي أما الإعلام يرجع عدم الاهتمام باللعبة إلى أن اللعبة تعتبر مملة وتنقصها القدرة على اجتذاب الناس وخصوصا المعلنين لماذا دور الإعلام دائما مقصر تجاه لعبة التنس الطاولة؟ الإعلام دائما بطبعه بيبحث عن الأندية الأكبر الجمهرية أو الرياضات أول الأكثر مشاهدة أو الأكثر قراءة في أي موضوع فيما يخص تنس الطاولة هي لعبة قليلة المتابعة فدائما بالتغطية بتاعتها القراءة بتاعتهم قليلين جدا ما فيش أي أحداث بل على الرجم أنحنا بنحق نتائج أو إنجازات على مستوى الفرد كبيرة جدا وده لا يفتصر على لعبة تنس الطاولة فقط ولكن على الألعاب الأخرى والقوة عندنا نجوم كبيرة جدا وبتمش تسليط الضوء عليهم زي اللعبة الكورت القدم اللي هي اللعبة الشعبية الأولى في مصر يتطلع الاتحاد المصري لتنس الطاولة إلى انتشار اللعبة في كافة أنحاء الجمهورية وذلك عبر تنظيم بطولات محلية للمحافظات ولفت أنظار العالم إلى مصر وذلك عبر تنظيم بطولة العالم للقارات للناشئين بشرم الشيخ في نهاية هذا العام التي تقام لأول مرة بدولة إفريقية هنا أحمد بدري لتلفزيون الجامعة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر